اشتركوا في القناة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصي نفسي وإياكم إخواني وأخواتي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبليكم وإياكم أن اتقوا الله اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا بلقياك برحمتك يا أرحم الراحمين تحدث لكم إخواني في هذه الموعظة موعظة الجمعة حول فضل الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان عشر مباركة عشر طيبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها ويجتهد في البطاعة والعبادة فيها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وقام ليلة ورد أنه كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها فحق لنا إخواني وأخواتي أن نغتنم هذه العشر بأفضل ما نستطيعه من الطاعة والعبادة وقد قال أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في العشر الأخيرة من رمضان هذا الاجتهاد لسببين السبب الأول أنها خاتمة شهر الطاعة والعبادة وكان النبي يجتهد في الخواتيم ويقول إنما الأعمال بخواتمها وكان من الدعاء المأثور اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه فالاجتهاد في خاتمة العمل يوحي بأن العبد ملازم لطاعة الله سبحانه وتعالى وليس كشأن كثير من المسلمين يأتيه في نهاية رمضان حالة من الفطور وحالة من الكسل من كان يقرأ ويجتهد مع القرآن الكريم يعني تقل همته وتبرد عزيمته ويعتريه الكسل ويعتريه الفطور فيأتي هذه السنة السنة النبوية أن الرسول كان يجتهد في العشر الأواخر أكثر من اجتهاده في أول رمضان حتى في العطاء والخير والإحسان كما في حديث السيدة العائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والسبب الثاني لاجتهاد النبي في العشر الأواخر في الطاعة والعبادة هو أنها تحتوي على ليلة القدر أخبر النبي أمته أن ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الأوتار من العشر الأواخر لذلك فكان النبي حريصاً عليه الصلاة والسلام على تحر هذه الليلة أرغم أنكم تعلمون إخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم وما تأخر غفر الله له ما تقدم وما تأخر وأخبره سبحانه بمكانته العظيمة في الجنة وأنه سيد ولد آدم وأنه لا تفتح الجنة إلا إذا كان محمد أول فاتحيها وأنه هو أمته أول الداخلين إليها وأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وله من الفضائل والمكارم والمنزلة العظيمة عند ربه سبحانه وتعالى ما تعلمون لكن رغم ذلك كان يجتهد في الطاعة والعبادة وكان يتحرى ليلة القدر ذلكم أنه يعلم أن الله يحب من عباده ذلك والعبد يحب ما يحبه الله ويعظم ما عظمه الله ويرفع ما رفعه الله ويضع ما وضعه الله هكذا إخواني شهر رمضان لما كان شهراً للقنوت للطاعة للعبادة كان الاجتهاد في آخره ألزم للعباد حتى يدللوا على تعلقهم بهذا الطريق بطريق العبودية مع الله سبحانه وتعالى ليس أننا نعبد الله في لحظة من اللحظات أو في وقت من الأوقات فإذا أوشك على النهاية فإننا نترك ونسلم أو نتكاسل ونتراخل بل العبودية معناها أن تشهد في كل حين وتشهد في كل وقت ولذلك لما عرف العلماء معنى الإيمان والاحتساب في الصيام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيماناً واحتساباً وغفر له ما تقدم من ذنبه قالوا معنى إيماناً يعني يقيناً بفرضيته من الله على العباد واحتساباً معناها أن الإنسان يصومه محتسباً أجره عند ربه غير مستطيل لأيامه ولا مستفقل لصيامه أن يكون عابداً لربه بحب وإقبال ونفس تائقة نفس تواقة إلى العبودية فلما يأتي شهر رمضان إلى نهايته يكون إسراع العباد أكبر في الطاعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا فكأن العشر الأواخر هي نهاية المضمار مضمار السباق في أول مضمار يكون الناس المتسابقين متكافئين في سباقهم فلما يأتي نهاية السباق نهاية مضمار السباق تكون الجائزة على قدر السبق سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله هو ذو الفضل العظيم كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل العشر أيقظ أهله ما معنى أيقظ أهله؟ يعني شد مئزره وأيقظ أهله وقام ليله أيقظ أهله اهتماماً بالأهل وأهل البيت بالذرية والزوجة والإخوة والأخوات يهتم المسلم ببيته هذه لفتة نبوية تجعلنا إخواني ننتبه إلى أحوال بيوتنا في رمضان ليس أن أهتم بنفسي أن أهتم بعبادتي بصيامي بثوابي بمغفرتي وأترك أهلي الرسول ها هنا يعلمنا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك ورأينا اهتمام الأنبياء بأهليهم وبيوتهم في القرآن الكريم كما في دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وقبلها قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة الاهتمام بالذرية والاهتمام بأن يكون من أصلابنا عبادنا لله سبحانه وتعالى هذا أصل مهم لأن المسلم يحب ويتمنى ويتوق أن تتواصل العبودية فيه وفي ذريته بمعنى أنه إذا مات ولقي الله سبحانه وتعالى لا ينقطع الخير الذي بينه بين ربه لا تتوقف العبادة فهو يتمنى أن تدوم العبادة في ذريته من بعده أن تحمل الذرية هذا الإسلام وهذه الرسالة وأن تعبد الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض كذرية آل عمران ولهذا علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما فكان النبي يوقظ نساءه وكان يقول ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر أيقظوا النساء نساء النبي أمهات المؤمنين أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فها هنا إخواني ينبغي أن نتلمس هذا المعنى في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك حينما تقول السيدة عيشة رضي الله عنها وأرضاها كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة لاحظوا كلمة أحيا الليل كأن الليلة بدون صلاة ميت أو في حكم الميت بمعنى أن الإنسان إذا قام من الليل فصل كان من الذاكرين وعد من الأحياء أما من يمر تمر عليه الأوقات ويمر عليه الليل والنهار بدون ذكر الله سبحانه وتعالى بدون عبادة بدون قيام بدون عبودية فإنه كالميت وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت فهنا تقول السيدة عيشة رضي الله عنها أحيا ليله فما أجمل أن نحيي الليالي بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى خاصة في هذه العشر فأوصي نفسي وإياكم إخواني وأخواتي بهذا الأمر وهناك يعني خطوات يعني أوصي نفسي وإياكم بها أولها أن تستحضر الزمان الشريف الذي اختاره الله سبحانه وتعالى الله يختار من الأزمنة ما يشاء فيزيدها شرفا ومكانة ورفعة كما يختار من العباد كما يختار من الأماكن سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وبحمده فتذكر أخي المسلم أخت المسلمة أن هذا الزمان زمان شريف اختاره الله واصطفاه ثم دعانا ربنا أن نعظمه ونشرفه ونجتهد فيه كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام ونستحضر هذا الأمر طيلة الليالي العشر إلى آخرها إلى يوم العيد بإذن الله سبحانه وتعالى ثم كذلك تحتاج هذه الليالي أخواني إلى مجاهدة النفس بطبيعتها تميل إلى الراحة والدعة والسكون تميل إلى الكسل والتراخي لذلك نحتاج أن نستصحب روح المجاهدة فما نال أحد مكانا في الدنيا والآخرة إلا بالمجاهدة الله سبحانه وتعالى يمكن ويعطي ويتكرم على من جاهد في الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا اللهم يا رب العالمين اكتبنا عندك من المجاهدين في أمر الدنيا والدين ثم لا ننسى إخواني إياك نعبد وإياك نستعين نستعين بله سبحانه وتعالى فإنه هو المعين ما قام أحد لله ركعة إلا بعون الله له سبحانه وتعالى وما قعد عبد عن فضيلة إلا بخذلان الله له فاللهم لا اللهم لا تخذلنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واهدنا يا ربي ويسر الهدى لنا اللهم آمين ثم إخواني معنى لطيف استحضروا أن هذه آخر مرة تعيشون فيها الليالي العشر الأخيرة من رمضان من استحضر هذا المعنى أو من نتخيل إنسان أخبروه أن هذه هي آخر مرة تعيش رمضان كيف يكون إقباله على الطاعة وكيف يكون تخليه عن عن الدنيا وشهواتها وزخارفها كيف يكون حرصه على الإخلاص وكيف يكون حرصه على الاتصال بالله سبحانه وتعالى الخالق البديع نحتاج إخواني نحتاج أن نتمثل هذا المعنى وأن نصلي صلاتنا وأن نصوم صيامنا وأن نتقرب بقرباتنا ونحن نعتقد أنها آخر مرة نعيش فيها هذه الأيام العشر الأخيرة من رمضان ثم فرغوا أنفسكم من الشواغل الشواغل التي ليس لها قيمة وليس لها وزن والتي يعني نشتغل بها في ليلنا ونهارنا في طيلة العام طيلة أيام وليالي العام هذه الشواغل ينبغي أن تنحى جانبا إلا الضرورية منها فرغوا أنفسكم فرغوا قلوبكم فرغوا أيديكم من الشواغل وأعين أهل بيوتكم على هذه الأمور ثم كذلك إخواني أوصي نفسي إياكم بتنويع العبادة تنويع العبادة معناه ألا يعني تهتم بجانب معين من العبادة وتترك بقية العبادات يعني كثير من الناس مثلا يهملوا يهملوا الأذكار يهمل الذكر مع قيمة الذكر العظيمة الذكر يعني عبادة جليلة يا جماعة ولا تحتاج إلى تفرغ يستطيع الإنسان وهو يشتغل في بيته أو يشتغل في مكتبه أو في عمله أو في سيارته وهو يسير وهو على فراشه لا يتوقف عن ذكر الله سبحانه وتعالى وقد قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله اللهم رطب ألسنتنا وقلوبنا بذكرك يا أرحم الراحمين ثم لا تنسوا إخواني أن تتلمسوا وتتحروا في هذه الليالي ليلة القدر فهي كائنة قطعا في هذه الليالي المبركة الشريفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أن يوفقنا فيها للخيرات اللهم ما عنا فيها على الطاعات وجنبنا فيها المنكرات وارزقنا حب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة يا ربي فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين اللهم إنا نسألك أن ترفع هذا البلاء الذي حال بيننا وبين بيوتك فلم نصلي فيها التراويح ولم نصلي الجمع والجماعات نسألك يا رحمن ورحيم أن ترفع هذا البلاء وأن تأذن لنا بعمارة المساجد والصلاة في المساجد والقيام بحق المساجد على الوجه الذي يرضيك عنه نسألك برحمتك في هذه الأيام أن تصلح ذريتنا اللهم أصلح ذريتنا وارزقنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما نسألك يا ربي في هذه الأيام المباركة أن تحب الصلاة إلى قلوب أبنائنا وأن تحب القرآن إلى قلوب أبنائنا اجعلنا وذريتنا من أهل الصلاة اجعلنا وذريتنا من أهل القرآن اجعلنا وذريتنا من أهل الإحسان نسألك يا رحمن في عليائك أن تفرج في هذه الأيام المباركة كرب المكروبين من المسلمين وأن تيسر أمر المعسرين من المسلمين وأن تشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اشفي كل مريض مسلم اللهم اشف كل مريض المسلم وعاف كل مبتلم مسلم وفرج الكرب عن كل مكروب المسلم ويسر على كل معسر مسلم وارفع البلاء عن جميع البلدان والأوطان اللهم رحماك بإخوتنا المأسورين والمعتقلين فرج برحمتك يا رب كربهم اللهم أذن في هذه الساعة بتفريج كربات المأسورين والمعتقلين اللهم فرج عنهم وأرجعهم إلى بيوتهم آمنين سالمين غانمين بأجل وغنيمة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته